لماذا نعتمد على رؤية الهلال بالعين المجرد لأن الروايات قالت هكذا قالت صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هذا بسر ففي زمان النبي حين قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هل كانوا يملكون التليسكوبات أصلا العدسات ما كانت موجودة العدسات أول من اخترعها هو غاليليو غاليلي ما كانت توجد عدسات كانوا يرصدون الذين يرصدون النجوم عبر مفصل عبر قصبة حتى في زمان غاليليو غاليلي كانوا في البداية يرصدون بهذه الطريقة مثل فقط يشخصون موضع النجم إما بمفصل يصنع من الخشب أو من الجلد أو من المقوى أو من أي شيء آخر ويرصدون هكذا بالعين المجرد هو أول ما اخترع اخترع العدسات وبعد ذلك تطورت حتى وصلنا إلى الآن التليسكوبات العملاقة ففي زمان النبي حين يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بأي عين كانوا ينظرون ويتابعون ويغصرون بالعين المجرد لذلك صار هذا التوقف عند هذا الحد هذا الشيء يقيني يقيناً هم قالوا هكذا قالوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قد يمكن أن تناقش باتجاه آخر يمكن ولكن فعلاً هذا الشيء المتيقن منه لماذا نعتمد على رؤية الهلال بالعين المجرد في حين أن هناك عدة روايات تحدثنا بأن الأشهر شهر تام وشهر ناقص هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل الروايات تحدثت عن شهر تام وشهر ناقص ليس بالترتيب الدقيق ونحن الآن السنة الهجرية فيها أشهر تامة تصل إلى الثلاثين وأشهر ناقصة تصل إلى تسعة وعشرين ولكن ليس بهذا الترتيب الشطرنجي يعني أبيض أسود أبيض أسود يمكن أن تأتي أشهر متعاقبة وهي قد وصلت إلى الثلاثين ويمكن أن تأتي أشهر متعاقبة ناقصة ويمكن ويمكن بالنتيجة السنة الهجرية فيها ستة أشهر تصل إلى الثلاثين وستة أشهر تصل إلى تسعة وعشرين لكن ليس بالضرورة أن يكون الترتيب هكذا يعني واحدة بعد واحدة وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل نحن والواقع نحن والواقع إذا أردنا أن نراقب شهر رمضان وبالدقة في بعض السنوات يكون ثلاثين يوم بعض السنوات يكون تسعة وعشرين قد يقول قائل هناك عندنا روايات تقول بأن شهر رمضان لا بد أن يكون كاملاً هذا الموضوع بحاجة إلى شرح وإلى تفصيل إذا دخلت فيه يعني بقية الأسئلة سوف لن أجيب عليها لأن هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة والروايات أكثر من هذا المضمون موجودة هذه الروايات هي بمثابة حلول عملية مؤقتة وظيفة عملية سابقاً إذا مدينة تبعد عن مدينة عشر كيلومتر وكان في هذه المنطقة غيوم الآن أنتم هنا في ستوكهرل يمكن في جهة يسقط مطر وفي جهة ثانية في نفس المدينة شارع واحد يصل ما يسقط المطر بين قرية وقرية عشر كيلومتر في ذلك الوقت لا توجد أجهزة اتصال وتواصل هؤلاء عندهم غيوم يكملون إلى الثلاثين وهؤلاء رأوا الهلال ما عندهم غيوم هؤلاء يعلمون بأن هؤلاء نظروا إلى الهلال كيف يعلمون لا توجد وسائل للتواصل فلابد من وجود حلول عملية وظيفة عملية فهناك من الروايات ما جاء بعنوان الوظيفة العملية وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل لأنه توجد عندنا أكثر من حل في الروايات لتحديد بداية شهر رمضان ونهاية شهر رمضان وهل يجب علينا أن ندرك الواقع؟ لا إذا كانت الغيوم موجودة والهلال ظاهر نحن نستمر في الصيام مع أنه في الواقع الهلال ظاهر فهل يجب علينا أن ندرك الواقع؟ هذه قضية فيها تفاصيل كثيرة لا أريد الخوط فيها الآن ربما إذا صار مجال وأحببتم أن تكون لنا جلسة مفصلة عن هذا الموضوع فقط عن قضية الهلال، أوقات الصلاة، عن قضية أيام الأشهر تفاصيله، الاختلاف بين التاريخ الميلادي والهجري هذا يحتاج إلى جلسة طويلة لعدة ساعات ترجمة نانسي قنقر